اشتركوا في القناة والانحياز في ذات الوقت للجلادين وتجاهل آنين الضحايا كيف يمكن للشعب المغربي بأحزابه ومنظماته ومؤسساته أن يفهم هذا الاستهداف في مجال حقوق الإنسان علماً أن هذا الملف طواياه المغرب منذ سنين بدءاً بالإنصاف والمصالحة والمصادقة على أحدث المعاهدات الدولية المؤطرة لحقوق الإنسان واستقلال القضاء في حين أن بعض الأنظمة تمارس اعتقالات بالجمل وغير قانونية ومحاكمات سوريا يتعرض للسياسيون والصحفيون والبرلمانيون وصلت في بعض الأحيان إلى مصادرة الدولة وحل مؤسساتها واستخدام القضاء العسكري ضد المدنيين هذا السلوك المزدوج يزيل عن البرلمان الأوروبي وقراراته ضد بلدنا كل مصداقية والاستقلالية إن بلدنا لم يعلن الحرب على دولة من دول الاتحاد لكي تشتغل مؤسسة البرلمان الأوروبي كل هذا الوقت مناقشة ستة تعديلات جلسات للنقاش العام تقريرين لصياغة قرار تحت الطلب مليء بالمغالطات كان وراءه في الكواليس بلد كنا نعتقد أنه شريك وصديق موطوق ولكن رائحة الغاز أفقدت صوابه ووعيه نقول ذلك لمن لا يعرف معنى تبغربيت معنى الحقيقي أن المغرب إذا عهد وفا وإن هذا الاستهداف الممنهج ضد بلدنا لن يزيد المغاربة إلا وحدة وتماسك والتفاف حول مقدساته ومؤسساته ننبه البرلمان الأوروبي إلى أن منطق الابتزاز والتعالي والنظرة الدوني لبلدان إفريقية لن ينفع مع المغرب اشتركوا في القناة